سجلت اليوم في الأردن ست وستون وفاة وستة آلاف واربعمائة واربعمائة وخمسون إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى ألف وتسعمائة وتسع وفيات وإجمالي عدد الإصابات إلى مائة وخمسة وخمسين ألفا وتسعمائة وثلاث وتسعين إصابة وبحسب الإجاز الإعلامي الحكومي فقد توزعت الإصابات على النحو التالي في محافظة العاصمة ألفان وستمائة وإحدى وأربعون إصابة في محافظة إربد ألف ومائة وإحدى وثلاثون وفي محافظة عجلون خمسمائة وتسعون وتوزعت باقي الإصابات على المحافظات الأخرى كما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة مائتين وتسع وثمانين حالة بينما غادرت مئتا حالة المستشفيات بعد شفائها